مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب تقول كلمة الرب في صفر الأمثال وفي أصحاح 29 وفي عدد 2 إذا ساد الصديقون فرح الشعب وإذا تصلت الشغير يأنه الشعب إذا ساد الصديق شعب يفرح ويعيش في سلام لكن إذا تصلت الشرير يأن الشعب ونحن نرى بصورة واضحة تطبيق هذه الآية في أماكن كثيرة من العالم الذي نعيش فيه وبالأخص في هذه الأيام في أفغانستان عندما يتصلت الشرير ويتصلت بشريعة قاسية وجوهرها هو الظلم والتعصب والأتل وقطع اليد والجلد في الشوارع وحرمان البنات من الدراسة وزواج البنات وهم صغيرات السن إلى آخر هذه الأمور التي كنا نراها في أفغانستان من سنين طويلة وسنراها وستعود مع حكم طالبان احنا بنصلي لأجل الشعب الأفغانستاني وبنصلي بالأخص من أجل المستضعفين من الشعب الأفغاني من أجل البنات الصغار الخائفون والمرتعبون من أجل السيدات من أجل المرأة بصفة عامة من أجل أن أفغانستان تعتبر رقم واحد في العالم من حيث التحرش الجنسي نصلي أن الرب يحفظ هذا الشعب المتألم المسكين اللي رأيناه مبارح بصورة محزنة جدا عندما يفقد الإنسان الأمان يحاول أن يتعلق بأي شيء حتى لو كان هذا سيقود إلى الهلاك وشكده إحنا كمؤمنين بنصلي إلى الرب إلى هنا الذي هو سيد وملك الذي هو أيضا متسلط في مملكة الناس الذي له الكلمة الأولى والأخيرة أن ينظر ويتحنن ويرحم وأن يستخدم حتى النظم الشريرة لكي ما يتمجد من خلالها بخلونا نتحد معا في بداية الحلقة دي نصلي لأجل أفغانستان ونصلي لأجل شعب أفغانستان أن الأيام اللي جاية والسنين اللي جاية أنه يسود الرب بسلامه وأنه يحفظ الرب المستضعفين من هذا الشعب فليكون للنهب والاختصاب والضرب والإزلال في الشوارع كما كنا نرى يا ربنا وإلهنا نحن نشكرك لأنك أنت الإله المتسلط والمتحكم في مملكة الناس نشكرك لأنك أنت صاحب الكلمة الأولى والأخيرة ونشكرك يا رب لأنه مكتوب أن قلوب الملوك كجداو المياه نشكرك لأنك أنت الذي تستطيع بقوتك وتستطيع بحكمتك أن تغير الأوقات والأزمنة بل أنت الذي تستطيع أن تسخر أيضا أشر الأنظمة لكي ربما تصنع خيرا من خلالها لأولادك وللمؤمنين بيك نصلي لأجل الكنيسة المتألمة في أفغانستان نصلي من أجل البنات نصلي من أجل السيدات نصلي من أجل المستضعفين نصلي من أجل رب الشعب المتألم الذي له سنين طويلة في حروب وفي معاناة وفي صراعات نصلي رب أن تأتي بسلامك إلى هذا الشعب يا رب نحن نضعهم بين يديك مش بس شعب أفغانستان لكن كل الشعوب المتألمة كل الشعوب التي يتصلت عليها أشرار كل الشعوب التي يا رب يحكمها أشرار لكنهم بدافع ديني وبدافع يا رب نصوص دينية نصلي رب أن أنت ترحم هذه الشعوب وتتراؤف عليها وتخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة نشكرك لأنك إله عظيم تسمع وتستجيب في اسم يسوع المسيح آمين وبنزف الكل الذين يشتاقون في عالمنا العربي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية أن أفغانستان مفتوحة لكم ومفتوحة أيضا لأسركم فيريد تلموا هدومكم وتروحوا تعيشوا في مكان يطبق الشريعة كما ترغبون من قلوبكم طيب وضوح حلقة اليوم هو هل قامت الكنيسة بحرق الأناجيل المخالفة؟ هل الكنيسة قامت بحرق الأناجيل المخالفة؟ هناك ادعاء والدعاء للأسف هو ادعاء الكاذب مبني على كذبة لكن وصل إلى درجة أنه عارفين لما نسد الكذبة والكذبة تصير كأنها حقيقة تاريخية بالزبط ده اللي حصل وده اللي حصل أن هناك ادعاء بأن الكنيسة الأولى بعدما أقر مجمع نيقية وبأمر من الإمبراطور كوستانتين سنة 325 تم قبول أربعة أناجيل فقط يعني المجمع نيقية ومع سلطان الإمبراطور كوستانتين أقر فقط أربعة أناجيل وهي متة ومرؤس ولوءة ويوحنة كما قام الإمبراطور والأساقفة بحرق كل الأناجيل المتبقية ومعاقبة من يحتفظ بها أي مسلم هتلاقي مقتنع بالكلام ده وهتلاقي دعاة الحوار الإسلامي ودعاة مقارنة الأديان من صغيرهم إلى كبيرهم مقتنع بالكسبة دي مقتنع بأن الأناجيل أقرها مجمع نيقية بسلطان من الإمبراطور كوستانتين وقبلوا فقط الأربعة أناجيل التي تتماشى مع الإيمان المسيح أما الأناجيل المخالفة فحرقوها طبعا دي حاجة اسمها الإسقاط كويس أن تبقى أنت عامل حاجة بس تتهم البعض بأنه عملها يعني هم عندهم عثمان جمع القرآن وحرقوا فنفس الفكرة بيحاول يطبقها عندنا إحنا بدون أي دليل تاريخي وتسمعوا الفيديوهات دي والفيديوهات أتأكد لحضراتكم أنه قد إيه بدون حتى برهان واحد بيقدموه لكن مقتنعين بعقولهم وبقلوبهم أنه ده اللي حصل نسمع كده أول فيديو من الفيديوهات وهو للدكتور منقذ السقار وبيقول لك الحقيقة دي وكأنها حقيقة يعني أنا معرفش الثقة اللي بيتكلموا بيها دي جايبينها منين لكن زي ما بقلت أنه أوقات كتيرة الإنسان لما بيصدق كذبة وبيعود يرددها بتصير في الآخر كأنها حقيقة مش محتاج لبرهان النيوز بيتها أنا يسمع الدكتور منقذ وهو بيقول لنا هذه الكذبة فإذا هناك كثر في القرن الميلاد الأول كتبوا أناجيل ومن بينها إنجيل كتبه المسيح عليه الصلاة والسلام نعرف هنا هو برضو مقتنع بنفس الفكرة هناك كثر كتبوا الأناجيل ومن بينها مع أنه لا يوجد عنده برهان هو بيعمل ليه بيحاول يروح للأناجيل يجيب لنا عبارة من هنا عبارة من هنا يفسرها غلط يقول لك أهو المسيح كان فيه إنجيل نزل على المسيح ماشي وكلمنا عن أين الإنجيل الذي نزل على المسيح وبدون أن يفهم يعني إيه إنجيل وإلى ماذا يشير الإنجيل وأن المسيح هو بحياته هو الإنجيل والإنجيل هو الخبر الصار ده كله بيضرب به عرض الحال ده مش فريق معاه المهم أنه عنده اقتناع معين هو ده اللي عايز فريده كم هذه الأناجيل كانت موجودة في القرن الميلادي الأول فجاءت الكنيسة في مجمع نيقيا جاءت الكنيسة في مجمع نيقيا جاءت الكنيسة الكنيسة دول ناس وحشين جم الكنيسة في مجمع نيقيا عملوا حاجة خطيرة جدا إيه هي بقى يا دكتور منقذ في مجمع نيقيا ثلاثمائية وخمسة وعشرين وأمرت بحرق هذه الأناجيل أمرت بحرق هذه الأناجيل الكنيسة كويس في مجمع نيقيا من ضمن القرارات اللي خدوها في مجمع نيقيا هي نحن نقبل أربع أناجيل نقبل متة ومرقس ولوء أو يوحنى طيب والباقي بقى نعمل في إيه نحرقهم نحرقهم واللي يتمسك بالأناجيل دين عقبه نسمع أمرت بالتخلص منها جميعا وعترفت بأربعة أناجيل اعتبرتها من كلام الله وأحرقت بقية الأناجيل وصدرت وصدرت قرارات من الأمبراطور بقتل أو اضطهاد من يوجد عنده شيء من هذه الأناجيل التي اعتبروها أناجيل مزولة ومنحولة ففقدت هذه الأناجيل وإن كان وجد بعض منها في العصر طيب مش حرقها هي مش تحرقت طيب إزاي وجد منها البعض إزاي أما أنتم تأخذون الأناجيل ومن بينها إنجيل المسيح فتحرقونها وتضطهدون من عنده شيء منها ثم بعد ذلك نحن مطالبون بأن نحضر لكم إنجيل المسيح فهذا من الظلم البين أنا معرفش أنهي ظلم بين اللي أنت بتقوله ده هو الظلم البين نفسه كويس؟ ده اقتناع مين؟ ده اقتناع الدكتور منقص على فكرة هنشوف فيما بعد إنه لا يوجد دليل تاريخي واحد على أن مجمع نقية ناقش من قريب أو من بعيد موضوع قانونية الأسفار لا يوجد سواء من كتابات شهود العينة الذين كانوا في مجمع نقية أو الذين أتوا بعد مجمع نقية لا يوجد دليل واحد تاريخي يقول أن مجمع نقية من ضمن الموضوعات التي ناقشها هو الأنجيل الأربعة وقبوله للأنجيل الأربعة بس جابها منين هو جاب الأسطورة دي منين جاب الخرافة دي منين هي خرافة بس هو مصدقها وخلو بالك هو بيتكلم بدون أي برهان وبدون أي دليل ولو جاب لك برهان أو دليل من شهود العين من الكتابات القديمة من الناس اللي حضرت المجامع مش هلاقي طيب ناخد مداخلة الأخ جرجس أهلاً وسهلاً بحضرتك كويس النهاردة قدرت أتكلم معك أهلاً بيك المسلمين الوحي عنديهم تنزيل أيوه إحنا ما عندناش الوحي التنزيل يعني ما عندناش أنه فيه لوح محفوظ أنه فيه جبريل والآخر هذا الكلام إحنا إحنا عندنا الله بعد ما كلم الأباء بالأنبياء أيوه كلمنا في هذه الأيام في ابنه عندنا عندنا فيه كما قال صار كلام الرب إلي عندنا الوحي أن الله كلم موسى ما فيش يعني موسى ما فيش لوح محفوظه نزيله الله كلمه فمن لأذن أيوه عندنا درق وأنواع مختلف في الآخر بعثنا المسيح اللي هو الوحي نفسه فطرق الوحي مختلفة عنديهم ملاك واحد اسمه جبريل إحنا عندنا ربوات ملاك قدسين عندي عنديهم لغة واحدة للوحي إحنا عندينا الوحي فتح لنا يعني التكلم بالألسنة وكلم وبشر وجميع الأمم بكل الألسنة أيوه عنديهم نبي واحد اسمه محمد إحنا عندينا نبي عاوزت تعمل حلقة عن الفرق بين الوحي في الإسلام والمسيحية فهو ده يعني يعني تلخيص لكل الأمور وأشكرك أشكرك 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 أخونا جرجس هنا عملنا أكتر من حلقة قبل كده في برنامج عبر الكتاب ويمكن حضرتك تلاقيهم برضو على اليوتيوب أو على صفحة عبر الكتاب على islam explained dot com هتلاقي أن المفهوم الكتابي أو المفهوم المسيحي يعني الوحي مقارنة بالوحي في الإسلام لكن أشكرك لأجل مدخلتك والرب يبارك حياتك فده دقتنا مين دقتنا على الدكتور المنقز هذا الاقتناع للدكتور المنقز موجود عند أولي كل المن اللي هما بيسموهم معلماء أنا أعرفش ليه بيسموهم معلماء لكن هما بيسموهم معلماء عنده كل المسلمين الإسلام الشعبي والإسلام لغير الشعبي يعني في صفحة على النت اسمها هذه الصفحة منار الإسلام أوكي وهي صفحة مكتوبة عن هي منار الإسلام للأبحاث والدراسات هي للأبحاث وإيه وللدراسات يعني المفروض إنه it's for research والresearch دوان بيعتمد على مصادر إنك تروح لل وإنت بتعمل الرسيرش ما ينفعش تقول إنه فلان قال عن فلان لازم تروح لفلان الأصلي اللي قال الكلام ده anyway يعني هما بس مسامين الصفحة كاته وحطين هنا كتاب الأنجيل الأربعة في الميزان كراءة في مراحل التدوين للدكتور مصطفى العلام كويس هوريكو برضو نفس الاقتناع عند من يطلق عليهم أيضا دكتور وغير دكتور كويس كتب كتب هذا الرجل قال لك مجمع نقية يعد من أهم المجامع عقد سنة 325 لخلاف حول ألوهية المسيح فقد نادى بعضهم بألوهية المسيح ورفضها بعضهم منهم أريوس وأتباعه مما دع الإمبراطور كوستانتين وهو أول من آمن من أباطرة الرمان بالنصرانية كويس دع جميع كناس المسكونة للاجتماع اتخذ القرارات أهمها هو مقتنع أن هذه هي القرارات التي اتخذها مجمع نقية خلوا بالكم من ضمن هذه القرارات ايه أول قرار القول بألوهية المسيح وكأن ألوهية المسيح أقرت في مجمع نقية مع أن مجمع نقية ما كانش لإقرار لهوت المسيح مجمع نقية كان لرفض الإدعاء إدعاء أريوس بأن المسيح ليس هو الله وغير مساوي لله في الجوهر إنما ألوهية المسيح أساساً مع بداية الكنيسة أساساً من فم المسيح أساساً من تعليم الرسل الأولين إلى آخر طيب القرار التاني القرار التاني اللي هو يكتبه وورده ما فيش أي دليل اختار المجمع الكتب وبعد الرسائل لتكون الكتاب المقدس وتدمير ما عدا من رسائل وأنا جيل نفس الفكرة نفس الاقتناع بيشربوا من نفس الميا مع أنها ملوثة لكن بيشربوا منها جبعه من ين دي ما فيش هو مقتنع بكده من ضمن أهم قرارات مجمع نقية أنهم أقروا الأنجيل والرسائل للعهد الجديد والأنجيل والرسائل التي تؤكد وتبرهن على لهوت المسيح أو تتماشى مع العقيدة المسيحية وأنا هنا عندي سؤال للدكتور منقز لو الكنيسة اختارت يا دكتور منقز الأنجيل الأربعة لأنها لأنها بتؤكد لهوت المسيح إزاي انت بقى بفن كده بتروح للأنجيل عشان تثبت منها أن المسيح لم يكن هو الله المتكسد ده المسيح مؤكد لهوته في الأنجيل من أعماله وأقواله إنما هو المسلم عنده نوع من الشوزفرينيا للأسف بدون هو عنده هو مجرد عنده اقتناعات هيفردها هيفردها بالحق بالباطل هيفردها هايز هيفردها ومن ضمن هذه الاقتناعات أن مجمع نقية ناقش وقبل الأنجيل الأربعة وحرأ باقي الأنجيل التي لا تتماشى مع الإيمان المسيحي ده اقتناعهم طيب الاقتناع ده هنشوفه في فيديو آخر فيديو واحد بيقولك إنه المسيحيين دول شطار عملوا حاجة رائعة فنشوف كده الفيديو هو بيكلمنا عن عمل المسيحيين الجبار إزاكي دوان بإنهم إزاي أقروا الأنجيل وإزاي حرقوا بقية الأنجيل شوف الفيديو التاني النصارى سووا حركة ممتازة واو في تلتمية ونيف ميلاديا سووا مجمع اسمه مجمع نيقيا اجتمعوا فيه كبار النصارى وقالوا لا تنوصل لحل من رب إيش هو الحل قال لك الأناجيل التي التي فيها كلام المسيح كثيرة فيه كثير من الأناجيل لازم نحدد إيش الأناجيل الصحيحة وفعلا خرج من هذا المجمع إنه الأناجيل الصحيحة المعتمدة عند النصارى هي الجيل مارك جابها منين ده جابي كلام ده منين هو بص كلهم زي ما قلت كلهم بيشربوا من نفس الكباية كلهم بيستقوا من نفس القلة من غير أي دليل هو مدرسي ولا جاب دليل تاريخي ولا حتى رجع لي الناس اللي كانت عايشة في مجمع نقية وحصارة مجمع نقية ولا كتابات أسناسس ولا ببياس ولا أي حد من دول كويس هو جابها منين هو هو عنده عنده اقتناع أنه الكذبة دي حقيقة وبيكلم بثقة الناس دي بتتكلم بثقة مع أن اللي بتقوله كذب سيكمل ماته و جون واللوك متى و يحنى و مرقص ولوك أما أي إنجيل آخر ظهر زي إنجيل توم إنجيل بطرس أو ظهر بعدين زي إنجيل برنابة فكله منحول أو أبو كريب فالنصارى قال لك إحنا نقحنا تراثنا يا ابن الحلال الأبو كريب هذه أنجيل منحولة تستشدلي فيها فيها بعض الكلام الذي يخالف عقيدة المسيحيين فعندك مثلا إنجيل بيقول إن المسيح ما صلب بيقول إنه شبها لهم في إنجيل بيقول إنه إنه المسيح ليس هو ابن الله المسيح مجرد رسول فلا تستشد لا تستشدلي بهذه الأناديل استشدلي به الأناديل الأربع حقتي وأنا وإنت نقيم الحجة وفعلا عملوا شيء ممتاز عملوا شيء ممتاز اللي هما اختاروا الأربع أنجيل تعيس طيب نكمل مع بعض الأكاذيب دي مبنية على فرديات خاطئة مبنية على فرديات خاطئة جدا أول حاجة قانونية الأنجيل الأربعة أو الفردية يعني هما بيفرضوها قانونية الأنجيل الأربعة أقرها مجمع نقية بأمر من الأمبراطور وده ما حصلش وأتحدى أي واحد منهم يجب لي دليل تاريخي واحد على أن مجمع نقية ناقش موضوع الأنجيل الأربعة أو قانونية أسفار العهد الجديد بايز الامبراطور ومع الأسقفة أقروا التخلص من باقي الأنجيل بجمعها وحرقها ومعاقبة من يحتفظ بها بردو جابوا منين كلها تخيلات تخيلات هو عايز ينتصر فسواء بالكذب أو بالخداع أو بالتدليس أو بالتهم الغير حقيقية هو ما عندوش مشكلة ما عندوش هاي مشكلة وما يتعيبش نفسه يعني اللي قاعد دوا يقول لنا اللي أنا جيل المسحيين عملوا يعني خطة ممتازة وقرارت ممتازة وإن نختار وكذا طب هاتلي دليل وإنت قاعد بتتكلم مفيش مفيش زي رسولهم بالذبت زي كرآنهم هو يجبها منين وما قتلوه وما صلبوه طب هاتلي دليل هي كده ما عندكش دليل إزاي تفرط حاجة وإنت أساساً ما عندكش دليل لكن ادعاء كاذب مبني على أسطورة مث وليس على براهين حقيقية ده ادعاء كاذب هذا الادعاء الكاذب مبني على أسطورة وليس على براهين حقيقية وأقول لحضراتكم أسطورة حرق الأنجيل المخالفة أو أسطورة خلينا لأنها ما فيهاش الأنجيل الحرق لكن أسطورة اختيار الأنجيل الصحيحة ورفض الأنجيل المخالفة دي أسطورة هذه الأسطورة لم تكن موجودة قبل القرن التاسع الميلادي يعني قبل قرن التاسع يعني 900 سنة من المسيحية هذه الأسطورة ما كانتش موجودة ويس لكن هناك فيه أسطورة بنسميها الاختيار الأنجيل أسطورة اختيار الأنجيل الأربعة وحرق الأنجيل المخالفة ظهرت في القرن التاسع الميلادي في إحدى المخطوطات كانت فيه مخطوطة كده تدعى سينوديكس فيتوس وديا التي تم نشرها سنة ستمية ألف ستمية وواحد ميلادية بتقول المخطوطة دي إيه طبعا ما كانش لسه في كتب والحاجات دي كلها فعشب كده أي ورقة كانت زمان كان قول عليها مخطوطة بيس كانش لسه الطباعة والأشياء دي موجودة بتقول هذه المخطوطة تبين للمجمعة مع أنه ده ما حصلش بس هو اهي اتكتبت واحد كتبها في بتخيله كده المريض كتبها في إحدى الأوراق في سنة تسعمية ميلادية تبين المجمعة الأسفار القانونية وغير القانونية بهذه الطريقة مجمعة نقية تبين له أنهي الأسفار القانونية وإيه الأسفار الغير قانونية بإنه خلي بالكم من الخرافة يعني بإنه جاب الأسفار كلها وحطها على ترابيزة على منضدة زي كده جاب مجمعة نقية كل الأسفار دي دي سفر ودي اتنين ودي تلاتة ودي أربعة ودي خمسة ودي ستة جامع إيه؟ جامع كل كل إيه؟ الأسفار وحطوها على المنضدة وصلوا ده ده بيقولك في مجمعة نقية الأسقفة صلوا وقالوا للرب الأسفار المقدسة تظل على المنضدة من فوق أما الأسفار الغير مقدسة فلتنزل على الأرض وهم بيصلوا لقوا إيه؟ أسفار قاعدت فوق على الترابيزة وأسفار نزلت فين؟ على الأرض كلام ده لا ليه أساس من الصحة ولا يمكن إثباته تاريخيا ولم يحدث نهائيا في مجمع نقية ولم يناقش مجمع نقية موضوع الأسفار المقدسة أساسا إنما ده واحد كتب ورقة وتخيل إيه اللي ممكن يكون مع أنه لم يكن بها لم يحدث كويس؟ فالكنيسة لقيت الكتب أو الأسفار اللي على الترابيزة موجودة فقالت لك الأسفار دي هي الأسفار إيه القانونية أما اللي وقعت بقى تحت الترابيزة دي فإيه؟ دي مش أسفار قانونية فسميت الأسفار اللي وقعت تحت الترابيزة بالأسفار الأبو كريفة أو المحرفة أو المزورة والأسفار التي ظلت على الترابيزة سميت بالأسفار المقدسة طبعا لنا ولا أنت ولا غيري أنا اقتنع بهذه الخرافة لكن مين اللي ممكن يقتنع بيها؟ زي الدكتور مونكس وغيره كويس؟ فبهذه الطريقة المعجزية الإلهية تبين لمجمع نقية أسفار الكتاب المقدس الصحيحة من أسفار الكتاب المقدس الغير صحيح من اللي خد الفكرة دي وهو كان معادي للكنيسة وكان معادي للإيمان المسيحي؟ فولتير فيلسوف فرنسي الشهير فولتير في كتابه قموس الفلسفة وفي المجلد الثالث قال إيه؟ أن الأباء في المجمع إشارة إلى مجمع نقية ميزوا بين الكتب الحقيقية والكتب الأبوكريفية بأن وضعوها على منضدة فوقعت الأسفار الأبوكريفية من على المنضدة بينما الأسفار الحقيقية ظلت فوق المنضدة وهو كان بالتريق على المخطوطة دي كويس؟ في ناس مريضة عقلياً هتصدق المواضيع دي أو في ناس عجبتها الفكرة فهتحطها في بعض الروايات اللي بنسميها فكشنز أي كتاب بيتباع في السوق يامي يكون فكشن أو نون فكشن الفكشن هو زي رواية وأحداثه من تأليف الشخص ممكن يكون فيها بعض الأشياء لكنه أحداثها بصفة عامة من تأليف الكاتب نون فكشن ده بتبقى أحداث حقيقة فلما يجي هنا ياخدها فيما بعد دان براون وحطاها في كتاب دافينشي كود كويس؟ ويبقى هذه الطريقة أخترت الأنجيل أحد المسلمين العلماء المختصين بمقارنة الأديان بنى كل اقتناعاته على دافينشي كود وقالك زي ما تقال في دافينشي كود وزي ما شفنا في دافينشي كود إنه إزاي إختاروا الأنجيل وإزاي قاله المسيح خلينا نسمع على إنه دو تسافكاها يعني فقرة أنا حاطتها كده في البرنامج لمجرد بس الفكاهة فنسمع الفيديو العلماء عارفين إن تاريخ المسيحية المفصلي بيبدأ سنة 325 السنة اللي اجتمع يعني هو ده يعني هو رمى 325 سنة من تاريخ المسيحية رمى بداية الكنيسة رمى يوم الخمسين لما تولدت الكنيسة لما الروح القدس نزل على التلاميذ وجالوا مبشرين وانتشرت الرمى ده كله فقالك تاريخ المسيحية المفصلي 25 السنة اللي اجتمع فيها قسطنطين الوسني مع أساقفة من جميع بلدان العالم علشان يقروا عقيدة ألوهية المسيح وقانون الإيمان واختيار الكتاب المدعوم القدس بص حطها فين بردو قالك 3 قرارات دول إنه يقروا عقيدة إيه لهوت المسيح ويكتبوا قانون الإيمان ومن ضمن القرارات المهمة اختيار الكتاب مع إنه بيتكلم عنه بطريقة غير محترمة لكنه ماشي هنعديها هو كتاب مقدس سواء أردت أو لم ترد كمل عندهم خد التقرير السرع ده من فيلم شفرة دفنشي شفرة إيه؟ لشان تعرف إحنا نتكلم عن إيه مخرج رجعها لتاني خد التقرير السرع ده من فيلم شفرة دفنشي دفنشي؟ مين دفنشي ده؟ يلا ماشي هنعرف إحنا نتكلم عن إيه فهو أخذ التقرير ده منين هو أخذ الاقتناع ده منين من شفرة دفنشي شفرة دفنشي هي اللي اديت له التأكيد على أن مجمع نقية أقر لهوت المسيح وأن مجمع نقية هو الذي قرر قرونية الأسفار كمل ماشي ده جزء من حتى دفنشي قالك أن الكوستانتين لم يقر لهوت المسيح هل نتكلم عن إيه؟ أن الكوستانتين لم يقر لهوت المسيح لهوت المسيح ده من بداية الكنيسة لكن معلش هو هذا العالم الجبار اعتمد على يعني تفرة دفنشي اعتمد على دفنشي كود شفتوا إلى أي مدى هم عايزين هو مش لقى حاجة هو مش لقى حاجة هو مش عارف أنه أنه دان براون أساساً بيكتب فكشنز وأنه دي مش أول واحدة ده كتب قبل كده أنجلزان زيمونز كتب قبل كده روايات أخرى كتيرة هو كاتب رواي سواء نختلف معاه أو أو نتفق وكتير من الناس ردوا على على دان براون وعلى شفرد دفنشي وقدموا ردود تاريخية كتير عليه لكن هو هو اعتمد على مين هو مصدره في المعرفة يعني شفرد دفنشي ف الله يكون فعونه طيب زي ما قلت أولاً هؤلاء وغيرهم لم يأتوا ولن يأتوا بدليل تاريخي واحد يقول أن مجمع نقية ناقش موضوع قانونية الأصفار المقدسة مجمع نقية لم يناقش أساساً موضوع الأصفار المقدسة نهائي نهائي لم يقترب إلى قانونية الأصفار من قريب أو من بعيد لم يقترب من أنهي سفر قانوني وأنهي سفر غير قانوني لم يقر أصفار العهد القديم ولا أصفار العهد الجديد تاريخياً أنا أتحدث إنما كل ما يقولونه إنما هو كذب وافتراء وتدليس وأعداد مصاطب لا تتعدى أعداد مصطبة لكنه ليس بحث ولا علم ولا تطقيق ولا رجوع لمراجع ولا أي حاجة قانونية أصفار العهد الجديد كانت موجودة قبل مجمع نقية وكانت موجودة بعد مجمع نقية لكن مجمع نقية نفسه لم يقترب إليها القول بأن مجمع نقية قبل أربعة أناجيل وأن الإمبراطور قسطنطين حرك باقي الأناجيل قول غير صحيح بل هو كذبة في واقع الأمر كذبة رابعاً مجمع نقية ناقش أضيطين نين وحدة أساسية وحدة فرعية القضية الأساسية لمجمع نقية هي الرد على بدعة أريوس الرد على بدعة أريوس دي القضية الأساسية الجوهرية التي استدعت إنعقاد مجمع نقية والقضية التي خدت أكبر وقت وأكبر مجهود في النقاش والحوار أما القضية الثانية وهي قضية فرعية فكانت تحديد معاد الاحتفال بعيد القيامة السنوي متى تحتفل الكنيسة بعيد قيامة المسيح تتسد لا أقل ولا زيادة هم دول قضية أساسية وأضية فرعية لكن قضية الأنجيل لم يأتي لها وموضوع قانونية الأسفار لم يأتي لها نهائي نهائي فما يجليش بقى واحد يبقى عيدلي قدام الشاشة ويقولك إنه مجمع نقية أقر الأسفار وحرق بقية الأسفار إثبتها طيب في عندنا مكانة الأنجيل في الكنيسة الأولى أما بيقولك هي الكنيسة مجمع نقية قبل الأنجيل الأربعة وأما بقية الأنجيل فقام التخلص منها وحقا وكان الأنجيل الأربعة لم تكن مقبولة 325 سنة وكان الأنجيل الأربعة كانت محور للنقاش وللخلاف وللشد وللجذب من بين الكنيسة أنا ده غير حقيقي قارفين في نقطة مهمة قبل ما تكلم عن مكانة الأنجيل الأربعة في الكنيسة الأولى الأنجيل أو الأسفار المقدسة أو خلينا أقول الأسفار اللي نحن بنقول عليها القانونية هل الأسفار القانونية صارت قانونية بقبول الكنيسة لها؟ لا الأسفار القانونية لم تصر قانونية عندما قبلتها الكنيسة أما ليه؟ الأسفار القانونية هي قانونية بشهادة الروح الكدس ولأجل هذا قبلتها الكنيسة فدور الكنيسة هو الاعتراف بها وليس جعلها قانونية هي قانونية أولاً والكنيسة ابلتها واعترفت بها زي كلنا عارفين قانون الجاذبية موجود منذ أن خلق الله السماء والأرض وقانون الجاذبية موجود قانون الجاذبية لم يخترعوا أحد قانون الجاذبية اكتشفوا حد وكتبوا لكنه لم يخترعوا هكذا أيضاً الكتاب المقدس الأسفار القانونية هي قانونية في ذاتها هي تتضمن شهادة الروح الكدس هي أيضاً تتضمن قوة روحية وقوة في مضمنها لها شهادة داخلية على أنها من الله تغير الناس تعرفهم عن المسيح تشهد عن الرب يسوع مكتوبة بالروح القدس ولأجل هذا الكنيسة اعترفت بها وقبلتها لأنها قانونية واتحل نعيز أقوله احنا عمرنا ما نحط العربية أمام الحصان الأسفار لما متى كتب وبعت للرسائل هذا ما كتب متى إنجيل متى يحمل في ذاته شهادة داخلية وشهادة الروح القدس فلأنه قانوني موحى به من الله قبلته الكنيسة مش قعد كده الناس تتجاذب فيه وتختلف عليه وبعدين الكنيسة جات في بعد تلتمين وربعمائة سنة قلت لا 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 احنا خلاص بقى نقبل دوا ونخليه صفر قانوني ليس هذا هو فكر الكتاب مؤدس عن القانونية وليس هذا هو ايمان عن قانونية الأسفار لأنه الكتاب المقدس أقوى وأعظم من أن تقرر قانونيته جماعة مهما كانت لي لأنه يشهد عنه الروح القدس ولأنه كتب بقيادة وبسلطان الروح القدس طيب طيب ما كانت الآن جيل الأربعة في الكنيسة الأولى لجيل الأربعة كان موضوع منتهي يعني في بداية القرن التاني والقرن التاني كله والقرن التالت كله أساسا موضوع الأنجيل الأربعة كان منتهي نقرأ نقرأ كده ريناوس المئة وتمانين في القرن التاني الميلادي مئة وتمانين يعني قبل مجمع نقية بحوالي مئة و خمسة واربعين سنة يقول ريناوس أن البشير متى ده ريناوس قبل مجمع نقية بعشرات سنين يقول ريناوس أن البشير متى كتب إنجيل بين العبرانيين بلغتهم بينما رسولان بوتروس وبوليس كان يعزان في روما ويؤسسان الكنيسة وده تاريخيا صح متى كان في أرشاليم وبوتروس وبوليس كانوا في روما وماتوا أيضا في روما سلمنا مرقوس المترجم لبوتروس يبقى مين اللي كان بيترجم لبوتروس مرقوس مرقوس سلمنا ما وعظه بوتروس يعني إنجيل مرقوس هو وعظ بوتروس ولوق أيضا رفيق بوليس الرسول سجل لنا الإنجيل الذي كان يعز به بوليس ويحن تلميذ المسيح الشخص الذي كان يتك على صدر يسوع كتب إنجيل وهو في أفاسوس شهادة مين شهادة إرناوس سنة كام سنة مية وتمانين كانت الأنجيل الأربعة مقبولة وكانت الأنجيل الأربعة لها سلطان في الكنيسة وكان أيضا أباء الكنيسة الأوائل يقتبسون منها قبل مجمع نقية بمئات السنين الجيش واحد النهاردة يقول لي لها أصلهم أقروها واعترفوا بيها والكنيسة لم تكن معترفة وكان الكنيسة لم تكن معترفة بيها وده موجود فين موجود في كتابات إرناوس وعندنا هنا التحت السيكشن وعندنا كمان الصفحة طيب إكليموندوس إكليموندوس ده قبل إرناوس 150 سنة 150 ميلادية ل215 هل شهد عن الأنجيل الأربعة هل شهد عن الأنجيل الأربعة بكل تأكيد قبل أن نتكلم عن شهادته ناخد الأخ حبيب من كندا سلام المسيح دكتور أشرف سلام المسيح أهلا بك أنا بس عايز أعلق على قصة حرق الأداجيل دي لأنها دي ظريفة جدا يعني أول مرة نسمع عنها بس هو إحنا نعرف أن عثمان بن عفان هو المحرق المصاحف يعني فهل دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة يعني أنه عملها عثمان الأول فده شيء كويس ولا وحش البيع كده بيقول مجمع نقية وكان اجتمعوا فيه الأساقفة يعني فيه الأساقفة الأسقف ده مفروض أنه ردبة بالزبط يعني زي رئيس كنيسة طب كانوا أساقفة على إيه يعني قبل ما يبقى فيه العقيدة المسيحية إيه اللي بيجمعهم يعني ليه شعب والشعب بتاعه ده شعب كنيسة الأبروشية بتاعه إيه بقى كان الأبروشية اللي إحنا بنقولها لها دلوقتي دول كانوا بيؤمنوا بإيه بالزبط يعني يعرفونا يعني عشان نبقى إحنا إحنا فهمين لأن يعني فيه ناس بالأسف بتضحك عليهم بسهولة وفيه طبعا كمية أكاذيب غير عادية في الإعلام العربي وناس موصوق منها بتقول كلام كتير كذب في كذب وكأنهم ما عندهمش حتى يعني الحد الأدنى من الأمانة ده صح الحاجة التانية حضرتك ذكرت أن مجمع نقية كان بتكلم طبعا النقطة الأساسية كان بخصوص لهوت المسيح لو كان الإنجيل في المشكلة كان هيبقى عندنا نوعين من الأنجيل نوع يخص أريوس وأتباعه ونوع يخص أساسيوس وأتباعه واحد فيه ألهية المسيح والتاني مفهوش ألهية المسيح لكن هما الانين كانوا بيتناقش وبيتحوروا من إنجيل واحد بالرغم من نصوص واضحة من نفس الإنجيل بالضبط ف مش هو لهوت المسيح يعني طلع في دماغهم ولا هو كان فيه إنجيل فيه لهوت والإنجيل تاني مفهوش فيه حتى الأنجيل الأبو كريفة والحاجات اللي هي مش أناجيل حقيقية برضو فيها لهوت المسيح برضو بس الكنيسة لا تعترف بيها برضو رغم من فيها لهوت المسيح وفيها معجزات وفيها وكل لي مش هو ده المعيار الحاجة التانية كانوا بينقشوا عيد القيامة بيحددوا معها عيد القيامة يعني هو أساسا لب المسيحية في القيامة بزبت يعني هو بشارة الإنجيل برهان أساسي من براهين لهوت المسيح قيامته من بين الأموات هو الشزر هو بيسموها شزرة الاشتعال هو هي الإنجيل خبر الخبر الحلو الخبر المفرح أو مبدأ الخبر من القيامة صح يعني هو ببساطة جديدة جدا حتى لو ما كتبوش أنا أجيل خالص خالص وكان بيبشروا بقيامة المسيح ليه قيامة المسيح لأنه هو الله الظاهر في الجسد اللي اللي انتصر على الموت ف there is no way out يعني ما فيش طريقة نقدر نقول بأي شكل من أشكال إن العقيدة المسيحية كده flipped out يعني فجأة كده هو بطلع فيها إن هي من أول يوم عن القيامة بالزبط ومن وإلى آخر يوم عن القيامة حي وبالرغم من الاختلاف هو هو من الناس ورغم من اختلافات طوايف واختلافات اللي ظهرت على مدار التاريخ الإنجيل هو هو ده صح ف ياريت يعني هما يكلمون من حاجة تكون لها مصدقية يكلمون بطريقة فيها حد الأدنى في احترام احترام لعقول الناس حتى يعني يعني احترم عقل المشاهد وقدم له دليل يعني يعقل هو طبعا حيجيب الاحترام منين يعني ما هو برضو القرآن برضو بيعمل نفس الكلام بيهبد بيهبد يمين وشمال ربنا ما عندوش ولد أصلاح مش متجود فيعني الأسلاك ضربة في بعض فيعني that's fine anyway شكرا شكرا لك شكرا لك يا حبيب ربي باركك واستخدمك يعني واحدة من أساسيات البحث أو الإدراسة أن الواحد يرجع إلى مصادر يرجع إلى مصادر يعني إحنا دايما نقول دايما نقول للطلبة أنه ما تخافش أن أنت تحط هوامش كتيرة في الورقة بتاعتك ما تخافش أن أنت تكتب حتى نص الصفحة يكون هوامش يكون footnotes ما تخافش أن أنت تحط لستة كبيرة قوي من المراجع في نهاية البحث بتاعتك لأنه دا بيأكد لأن أنت درست وبحث ولما لما لما تاخد اقتباس روح للشخص نفسه اللي قال هذا الكلام مش لازم تاخده عن فلان عن فلان عن فلان لا لا المسلم المسلم بقى مشكلته هي نفس النقطة المسلم أنه طلعت كذبة أنه الأنجيل تم حرقها في مجمع نقية وتم قبول الأربع الأنجيل الأخرى في مجمع نقية فبدأ التواطر دو أنه فلان عن فلان عن فلان عن فلان دون أن واحد يسأل سؤال هل فعلا دا اللي حصل هل دا اللي حصل وإحنا بنسأل إخواتنا هنا هل دا فعلا اللي حصل هل فعلا مجمع نقية ناقش قانونية الأصفار مقدسة وقبل الأربع الأنجيل اللي معنا النهاردة وقام بحرق بيت الأنجيل جبتوها منين أنا سؤالي جبتوها منين أنا شخصيا مش لقلها أي سنة تاريخي وكتابات الذين كانوا في مجمع نقية لم يتحدسوا نهائي عن هذا الموضوع وكتابات غيرهم لم تشمل أيضا موضوع قانونية الأصفار جبتوها منين أخذ زي ما قلت شهادة كلماندس أخذنا إرناوس سنة 180 كان بيشهد على الأنجيل الأربعة كان بيشهد بكل وضوح عن الأنجيل الأربعة والكنيسة كانت مؤمنة بالأنجيل الأربعة وكتابات الأباء في القرن التاني تتضمن مئات الشواهد إن لم يكن ألاف الشواهد من الأنجيل الأربعة قالنا إيه بقى كلماندس قالنا أن إنجيل يحنى كان معروفا عند كل الكنيس ولابد أن نعتبر كتابه كتابة أصيلة يعني كان إنجيل يحنى كان مقبول عنده كل الكنيس وكان كل الكنيس بتؤمن أنه ده فعلا إنجيل يحنى موحبي من الله وقد وضع الرابع في الترتيب بعد الثلاثة الأنجيل الأخرى لا حتى الترتيب بتاعه كان معروف ويس إن رجال الله العظماء هؤلاء أقصد تلاميذ المسيح كانوا أطهارا وأنقياء في حياتهم وقد اكتست نفوسهم بكل فضيلة بالنسبة لبشير متى الذي وعز أولا بالعبرية قبل أن يذهب إلى أماكن أخرى سلمنا إنجيله مكتوبا يعني متى إدنا إنجيل مكتوب ومن بعد ذلك كتب مرقس ولؤ إنجيلهما ومرقس كتب حسب ما سمع من بطرس وتحت إشرافه أما يحنى الحبيب بعدما أعلن الإنجيل شفويا كتبه لنا يعني يحنى كان بيعز بحياة المسيح وكان بيكلم عن الإنجيل الذي كتبه بيقوله قبل ما يكتبه دي شهادة مين دي شهادة كلماندوس الأنجيل الأربعة كنيسة قابلت الأنجيل الأربعة من أول ما تكتبت الأنجيل وأمنت بيها واقتبستها وأمنت أنها كلمة الله وسدقت المصداقية بتاعتها لأنهم رسل المسيح ومرؤس ولؤى كان مرؤس تلميذ لبطرس كتب عن بطرس ولؤى أيضا كتب عن الإنجيل الذي بشر به بوليس أنا عندي قائمة طويلة لكن الوقت النهاردة مش هيسمح أننا نأخذ كل ده لكن مرة جاية نكمل مع بعض لكن اللي أنا عايز أقوله في نهاية هذه الحلقة ليس كل ما يقال حقيقة وللأسف الشديد ليس كل ما يقوله الإخوة المسلمين حقيقة هي مجرد أكاذيب بل أكاذيب بدافع شرير وليس بدافع نقي يعني ممكن الواحد يقول حاجة لأنه يجهلها لكن هو يعلم أنه لا يجهل هو عنده الإمكانية أنه يبحث عنده الإمكانية أنه يدور عنده الإمكانية أنه يعرف الحق لكن هو مش عايز ولو عرفه ما بيجيبهوش هو بيجيب بس اللي هو يخدم غراضه فيلوي الحق ويطيع الكذب لكيما يخدم أغراضه الخاصة إن الأنجيل بل كتابات رجال الله القدسين الذين كتبوها بقيادة الروح القدس هي كلمة الله الحية التي في أيدينا إلى هذا اليوم إلى أن نلتقف حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم ترجمة نانسي قنقر